السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة حلقتنا مهمة جدا وهي تخص سرعة المدونة وكمان هنتكلم عن حدات كتيرة جدا تخص الموضوع ده فانت لو حابب توصل للنتائج اللي انت شايفة قدامك دي المية في المية والخمسة وتسعين والأربعة وتسعين موبايل وكمان في موقع جيمتريكس المية في المية عندك في سيو تشيك سبعة وتسعين في المية وكمان هنا في موقع جوجل لسيو وصل لمية في المية واختبار نتائج المنصقة برضو ليس هناك اي مشاكل والصفحة مؤهلة لنتائج المنصقة وكمان عندك المية تاج مزبوطة في كل المواقع اللي بتقرأ المية تاج فتعال نشوف النتائج الجميلة دي وصلنا لها ازاي النتائج اللي احنا وصلنا لها دي ده كان شغل عبارة عن شغل شهر على الدومين الجديد عن الدومين الجديد احنا كان عندنا قبل كده الدومين القديم كان واشترينا دومين تاني اللي هو خاص بالصباغ للمعلومات اللي هو الزباغ دوتكم فالتجربة كانت عليه والتجربة دي كانت في خلال شهر اه حصلنا الحمد لله على ترتيب جميل جدا زي ما انت شايف كده هتريب عالمي وترتيب اه جوة مصر جوة مصر الف متين اربعة وتمانين والعالمي مية سبعة وتمانين ففي خلال شهر انك توصل للترتيب العالمي ده وتوصل كمان للترتيب جوة مصر بالشكل الجميل ده فلازم تتابع الحلقة دي من بداية لحد النهاية وتشوف ايه هي الحاجات اللي احنا عملناها ووصلنا كده ازاي عشان الحلقة معنا من الطوالش اكتر من كده عاوزين نبدأ على طول بس تركز معايا ونبدأ ان شاء الله باذن الله نتكلم مع التفاصيل كلها ونقول ايه هي النقطة المفروض كل واحد مننا يستخدمها في موقعه علشان يوصلوا الاعلى درجة من السيوه ويوصلوا الاعلى درجة من السرعة تمام مدونة الصباق للمعلوميات مدونة اجريبية مدونة تعليمية يعني هي مجرد وجهة بس ان احنا بنشرح عليها او بنقدم عليها اه الشروحات الخاصة بالقناة يعني فلما نوصلها للدرجة الجميلة دي اه دي حاجة كويسة جدا لازم اشارك المعلومة دي ومخبهاش لنفسي لازم اشارك المعلومة دي مع كل اعضاء القناة ومع كل زوار القناة وحتى جروب محترفين تدوين بلوجر وورد بيس تعال بقى نخش على طول الشرح احنا بالنسبة لنا اه زي ما انتم شايفين اه مدونة الصباق للمعلوميات فيها كل الاضافات لو تخب بالك انا الوقت الاضافات موجودة كلها انا مشغل كل الاضافات الموجودة الخاصة بقالب سكويس تمام انزل تحت كده هتلاقي كل حاجة منضافة حتى الشريط الجانبي كمان في اعلانات زي ما انت شايف كده وكمان هنا اعلانات تلقائية واعلانات ثابتة تمام موجودة عندك اعلانات وبالرغم انه موجود اعلانات السرعة عندك مية في المية طيب ازاي اتحلت المعادلة دي عاوزين بقى نعرف المعادلة دي اتحلت ازاي انت عندك الاعلانات اهي وعندك الاضافات كاملة ماشي بالشكل انت شايف قدامك ده كل اضافاتك في الموقع حطتها ومشغلها وكمان في نفس الوقت ده واخد في السرعة مية في المية وعلى الموبايل اربعة وتسعين او خمسة وتسعين على حسب السيرفر ففي الشكل الجميل ده وصلت لي ازاي موقع كامل مفيش في اه حاجة نقصة مفيش اضافات نقصة كل حاجة موجودة حتى الاضافات اللي هي الخاصة بقلب سكويز الجميلة كلها احنا مشغلنا تعال بقى نشوف وصلنا لكده ازاي اولا انت بالنسبة لك وحنا كنا عاملين حلقتين قبل كده اللي هي زيارة سرعة مدونة بلوجر الحلقة الاولى دي في القناة والحلقة التانية هي اللي هي مكتوبة عليها رقم اتنين دي الحلقتين دول انا طبقتهم عندي على المدونة من جديد بعد ما سبت المدونة فترة كبيرة طبعا كنت نوقفت عنها الاعلانات وراكنتها فترة كبيرة ورجعت تاني بعد ما اشتريت الدوميني الجديد زبطت المدونة واشتغلت عليها اكتر طيب لما اشتغلت على المدونة ووصلت للنتائج دي وصلت لها منين وصلت لها من الشرح بتاعي انا روحت على الشرح بتاعي اللي انا كنت تتعامله في القناة مجموعة الفيديوهات دي هسيبها لكم في الوصف تحت الفيديو في الوصف احطو لكم الفيديوهات اللي انا استعدمتها كلها علشان اوصل للنتاج دي. وعلشان اوصل للسرعة دي. عملت ايه? انا اشتغلت دخلت على قناتي كاني زائر عادي خالص. كاني واحد زائر ما اعرفش حاجة في سيو ما اعرفش حاجة في سرعة المدونة. واتعمدت ان انا اعمل كده علشان اعرف هل انا لو طبقت زي ما انا بشرح للناس على موقعي على الدوميني الجديد ده على الدوميني الجديد. لو طبقت الشرحات بتاعته هل انا هوصل لكم في المية من السيو? هوصل لكم في المية من السرعة? جيت دخلت على القناة بتاعتي وكاني زائر عادي ومعرفش حاجة في السيو وبدأت اطبق الشرحات اللي هي الخاصة بالسرعة المدونة. اول حلقة شفتها الحلقة دي والحلقة التانية دي وتأكدت من البيانات واخدت الاكواد وروحت اشتغلت عليها. وبالفعل وصلت للسرعة اللي انت شايف قدامك دي. طب بعد ما وصلت للسرعة دي بعد ما وصلت للسرعة دي قلت انا هعمل بقى قلت انا هعمل الموقعي فجيت استخدمت الحلقة دي دليل المواقع فقط لغير هو ده اللي انا استخدمته عشان اوصل لمية في المية من من اللي هي زي ما انت شايف قدامك كده خانة هنا هي مية في المية بتاع نشوف كده اهو اهو البيانات اهو مية في المية عندي تسعة وسبعين باك لينك والروابب بتاعتهم وصلت في خانة زي ما انت شايف في سيو اه موقع سيو تشيك اللي احنا كنا شغالين على دورة كاملة ومنشرحه وصلت المية في المية بالشكل انت شايف قدامك ده السيرفر مية في المية عشان السرعة جميلة وعندك هنا اه الجسم الصفحة برضو اه اه المهمين جدا لاي حد مية في المية. فطبقت الحلقة بتاعت الباك لينك والحمد لله من خلال الحلقة دي بس فقط لغير اللي هو دلائل المواقع وصلت ان انا اخد مية في المية في الباك لينك زي ما انت شايف كده. يبقى انا لما جيت اتفرجت على الحلقات طبقت الحلقة دي والحلقة دي هم اللي افنين واحد وجيت على الباك لينك طبقته تمام بعد ما عملت الحلقات دي وصلت للنتايج اللي انت شايفها قدامك دي. فاحنا النتايج دي من خلال حلقات قديمة انا هلخصها النهاردة في الحلقة الموجودة بتاعتنا ان شاء الله. طبعا مش هنخش او مش هنتطرك لموضوع فاحنا كده كده هنسيب لكم رفض الحلقة اما هنتكلم عن سرعة المدونة. وسرعة المدونة اه من اهم عوامل تصدر نتاج البحث. علشان تصدر نتاج البحث وبالاسبات كمان لو جيت انت كده دخلت على متصفح خفي. وجيت على بحس جوجل وكتبت مثلا كلمة للمعلوميات الكلمة دي صعبة مش سهلة. كلمة للمعلوميات كلمة صعبة لانه معظم المدونين معظم الناس اللي شغالة على شغالة بصفة عامة في مجال التدوين او مجال الشغل على القنوات التقنية او المواقع التقنية بيكتبوا اسمهم وجنبوا كلمة للمعلوميات. فانت لما تكي تبحث بكلمة للمعلوميات لوحدها وتوصل لبقى انت رقم واحد زي ما انت شايف كده حتى بالدومين المجاني. انا حاليا دلوقتي عملت نائلة ارشفة لكن بالدومين المجاني وتوصل للمعلوميات وتبقى رقم واحد بالشكل ده معناه ان انت اه تصدرت نتاج البحث بسرعة مدونتك بالباك لينك وبعوامل تانية كتير احنا هنشرحها بالحلقة دي. عندك حتى القناة بتاعتك اهي قناة الصباغ للمعلوميات. وعندك هنا كمان اه الصباغ للمعلوميات كموقع. تمام? وفاحنا بالنسبة لنا نقفل كده الحاجات دي ونيجي بقى احنا خلاص اثباتنا كده تصدوا نتاج البحث. تعال نشوف انت عملت الحركة دي ازاي? ايه هي المعادلة اللي خلتك اه وصلت لمية في المية من السرعة مع وجود كل الاضافات في الموقع. مع وجود الاعلانات كمان يعني الاعلانات موجودة بالرغم من وجود الاعلانات. اه انت وصلت المية في المية من السرعة ازاي? حلت المعادلة ازاي؟ هي معادلة صعبة. معادلة صعبة وحلها ان شاء الله موجودة عندنا وبسيط جدا. تعاب أخش بقى الدغري على طول عشان الناس اللي هي بتمل من طول الحلقة. بالرغم انت مفروض ما تملش لانه المعلومات ده كلها مفيدة لك جدا. واي كلمة هقولها في الحلقة دي مفيدة لك جدا. انا خليت المدونة عندي سريعة ازاي? اخش كده. اخش على 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 طول واخش على المدونة بتاعتي. اخش على اه تعديل سواء انت بتستخدم او حتى بتستخدم اي قلب تاني. تعال انزل تحت خالص. في القلب بتاعك. ماشي. وقبل وسم البضي. شفت الوسم ده? قبل الوسم ده على طول عندك هتلاقيه باي شكل اي ان كان في القلب بتاعك. او الناس اللي بستخدم القلب زي ما انتم شايفين كده. وهتيجي هتحط الكودين دول. الكود الاولاني ده ليزي لود. والكود التاني انا هتطلق لكم الروابط الخاصة بتحميل الاكواد دي. في الوصفة تحت الفيديو عشان تحملها. وتستفد به. الاكواد انت زي ما انتم شوفين كده انا احطتها فوق الباضي في الموقع عندي. ودي اول خطوة من الخطوات ان انت هتسرع بها موقع. الكود الاولاني ليزي لود. والكود التاني خاص بتأخير اعلانات جوجل يعني بتدي امر الاعلانات جوجل انها تتحمل وتشتغل. مخفية ولما تيجي تحرك الماوز او تحرك البكرة تبدأ تظهر للزائر او تبدأ تظهر للمشاهد للموقع نفسه. اول ما تحرك البكرة كده بس اللي هو الامر ده. بحيث ان هو يظهر له الاعلان فجأة فيبقى نسبة النقرة على على الاعلان تبقى اكبر. او نسبة ان الشخص يبقى الاعلان شد انتباهه او لفت انتباهه زي ما انتم شايفين كده تبقى اكبر. شفت انا اول ما بنزل كده تحت كده. يا دوبك نزلت خطوة بسيط الاعلان ظهر لي فجأة. انه اكتر بالنسبة لك لما الاعلان يظهر قدامك فجأة ولا هو يكون ظهر بالفعل اصلا. لا اللي بيلفت انتباهك اكتر انه هو يبدأ يظهر لما تحرك الماوز فيلفت انتباهك للاعلان لو انت مهتمة ايه? هتعمل نقرة عليه او هتشوف. تمام? تعال بقى نشوف احنا ازاي حطنا الكودين. حطنا الكودين تحت خلصهم. دي اكواد اه جافا سكريبت الاول مسؤول عن تأخير ظهور الظهور الصور والاجزاء الخاصة بالجافا سكريبت اللي بتتقل الموقع. والكود التاني اللي هو تحت ده اللي هو كود تأخير اعلانات جوجل اللي هو خاص بتأخير اعلانات جوجل لحظة لما الموقع يحمل وكمان لما انت تحرك الماوز بنفسك. تعال بقى نشوف ايه الخطوة اللي بعد كده. اول خطوة حطينا الكودين دول. الخطوة التانية بقت على هتبقى للناس اللي مستخدمها قالب آآ الناس اللي بتصدم قالب يعني احنا بنشكر جدا الناس القائمة على قالب على الادفات والحاجات الجميلة اللي هم حطيناها جوة القالب اللي هي بتصرع لك المدونة. في شرح قالب في حاجة اسمها آآ ليزي لود اضافة هتخش على اعدادات القالب بالشكل انت شاف قدامك ده. وهتيجي تعمل اضافة عنصر وهتضيف آآ ليزي لود وتديها امر انها تشتغل بالشكل انت شاف قدامك كده. الاسم اهو. ودي الاضافة ودي الكلمة اللي تخلي الامر يشتغل معاك. وهتيجي على زبيت برضو دي اضافة موجودة في قالب سكويز بتصرع لك الموقع. وبرضو هتفعلها بالشكل ده. يبقى انت حطيت الاضافتين ده. بالشكل انت شاف قدامك ده. وعملت حفز بعدها انت خلاص خلصت اعدادات القالب الخاصة بسكويز. طيب الناس اللي ما عندها الناس اللي هي مش عندها سكويز. خلاص الناس اللي مش عندها سكويز يبقى انت زي ما اتفقنا. اتعويضا عن الحركة دي. ماشي انك تستخدم الحركة اللي تحت دي. انا بالنسبة لي مستخدم الاتنين عشان اشرح لك وبيل لك ازاي هتشتغل هالموقع. تمام كده? حطيت الكودين دول. وروحت هناك على اعدادات القالب. في التنسيق وروحت على اعدادات القالب وضفت الاضافتين دول. الاضافتين دول بيغنوا عن الاضافتين التانيين اللي تحت. اللي انه اللي انا كنت اشرحهم قبل كده دول هما دول بتوع الناس اللي ما عندهاش آآ ما عندهاش طب اللي الاتنين دول اللي الاتنين دول علشان الناس اللي عندها قالب عاوز تستخدم الاربع مع بعض استخدمهم زي ما نعمل عندك كده. تمام دي اول خطوات تسريع مدونة بلوجر. هنيجي بعد كده بقى للخطوة اللي بعد كده. الناس هتعمل ايه بقى? هتخش عندك على التنسيق. اولا لما تخش على المظهر وتخش على تعديل دي الخطوة التالتة هتيجي على كود الاعلانات التلقائية. كود الاعلانات التلقائية. شايف كود الاعلانات التلقائية عامل ازاي? انت هتحطه بالشكل ده وهتشيل منه الجواب ها سكريبت. ركز في الخطوات المهمة جدا. مهمة جدا. انت بالنسبة لك اه القالب بتاعك ايا كان. هتستخدم الكود بالشكل اللي انا موره لك دلوقتي ده. في الطبيعي في الطبيعي اه كود الاعلانات كود الاعلانات الخاص بجوجل بيبقى موجود بالشكل انت شايفه قدامك ده وهنا كده جوه هنا كده مكتوب اه الكود اللي احنا هنمسحه. طيب في ناس كتير هتقول لك لا احنا عايزين شرح مفصل اكتر طيب ماشي. انتظر معي وهقول لك برضو هتعمل ايه? بص بقى سي دي ركز معي في الخطوة دي. انا دلوقتي دخلت على ايه? دخلت على جوجل و جيت على كود الاعلانات التلقائية. دخلت عليه وخدت الكود بالشكل ده نسخ ورايح للموقع عندي وعملت اه بست. تمام? فبالنسبة لي المنطقة دي كانت فيها جزء اللي هو بص معي. شايف الكودة هو كامل اهو. الكودة هو بتاع الاعلانات التلقائية اللي انا طلبه اللي هو المرحلة التالتة من تسريع المدونة. هتحطه بالشكل ده كده. طيب نمسح منه ايه? همسح منه الجزء ده. بص همسح منه الجزء ده فقط لا غير. ايه لازمته الجزء ده? الجزء ده انا بستعوضه بس تعوضه بالكود اللي تحت. الكود اللي تحت اللي هنا هو بيعوضهولي وبيديني الجافة اللي انا عاوزها. بس بدل ما يديني لكل اعلان جافة الواحدة لا بيديني آآ جافة واحدة لكل الاعلانات تشتغل بها علشان يديك سرعة للمدونة. فانا هروح جاي مسح الجزء ده. بعد ما مسحته الكود بقى بالشكل ده معي. الناس ركز اهو في الحتة دي. الكود بقى بالشكل انت شايف قدامك ده. اسكريبت في الاول وداتا واي دي ويساوي الكود بتاعك انت بعدها آآ آآ المكان الفاضي اللي احنا اتفقنا عليه اهو اللي كان فيه كلام وباخره اسكريبت او اخره شرطة زي ما انت شايف كده. تمام? واعمل حفظ. يبقى انا كده الخطوة التالتة من تسريع المدونة ان انا حطيت كود الاعلانات التلقائية من غير جافا سكريبت. طيب بتيجي بقى على الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده بتيجي على التنسيق. بتيجي تضيف الاعلانات بتاعتك. بتضيف الاعلانات بتاعتك. انا ضيف اعلانات يا اهي. تمام? بس من غير برضو زي ما اتفقنا. لما تيجي تاخد اعلان انا هاخد اعلانات من كده حسب الوحدة الاعلانية. حاجة اقول له طلعلي اعلان جديد. او هاخد اعلان موجود اصلا. ده اعلان مثلا هو. لما اجي اخد الاعلان بقى هاخد الاعلان من اول هنا. والحد هنا بس. هسيب السطر الاولاني اللي هو فيه جافا سكريبت. مش عاوزه ليه? لان انا بقلل كمية الجافا سكريبت اللي موجودة جوه الموقع بتاعي. بقللها ازاي? بان انا باخد بس الاعلان نفسه. وانسخه. زي ما انتشاف كده. واجي اروح رايح على الموقع بتاعي حط الاعلان بالشكل انت شايف كده? من غير ما حط السطر ده. من غير من غير ما حط السطر ده. افترض ان انت نسيت وحطت بعض الاعلانات فيها السطر ده. او اعلان حتى واحد ونسيته وحطته فيه السطر ده. يبقى الطريقة مش تنجح معك ومش هتشتغل معك. طريقة مش هتشتغل معك. يبقى انت لازم لما تيجي تاخد هتاخد السطر ده بس من غير جافا سكريبت. معنى كده ان انت بتقول لي كل اعلاناتي. هتكل اعلاناتي تبقى بالشكل ده? اه كل اعلاناتك اللي انت هتحطها في التنسيق. زي ما انت شايف كده. لو جيت بسيت على الاعلانات عندي بص الاعلانات كلها عاملة ازاي? كل الاعلانات اهي. ده اعلان نهاية المقال. مش فيه خلص بادئ من اول كلمة اعلان نهاية المقال لحد تحت. كل الاعلانات اللي انت هتحطها عندك في الموقع هتبقى من غير جافا سكريبت. طيب ايه لازمت ان انا احط اعلانات من غير جافا سكريبت ما هي مش هتظهر يا عام? لا هتظهر. ايه اللي خليها تظهر? هتظهر علشان الكود اللي احنا حطناه تحت خالص اللي هو بتاع تأخير اعلانات جوجل بيديها جافا سكريبت بس بعد ما تحقق الشرط الاولاني اللي هو تحرك الماوس او تحرك البكر. تعاون كده? تمام يبقى احنا كده عملنا كل الخطوات. وهي دي الخطوات اللي انا عملتها وما عملتش غيرها في تسريع المدونة. في تسريع المدونة. في خطوة بس تانية. عاوزين اكد عليها. اللي هي اه الناس اللي عندها اه كلاود فليير. الناس اللي ربطة موقعها بكلاود فليير. برضو في خطوة بسيطة ممكن تعملها تصرف معك المدونة شوية ممكن ترفع معاك. اه درجة او اتنين. ممكن ترفع معك درجة او يعني الدرجتين دول ممكن يزودوا معك سرعة المدونة. ايه هي الحاجة اللي الناس بتعملها? هقول لك دلوقتي. تخش على الموقع بتاعك زي ما انت شاف كده. ودي الخطوة رقم اربعة من خطوات تسريع المدونة. وهتيجي على زبيد هنا كده. تمام? وهتيجي تحت خالص. شوفوا هنا بيقول لك ايه? بيقول لك انت المدونة بتاعتك بتفتح في واحد ثانية. بتاع نشوف تحت كده. نخش على القيمة التانية بعد ما دخلنا على ديك كده. تخش على القيمة التانية. وهتيجي تحت كده هتفعل الخيارات اللي هو قل لك عليها. هتفعل الخيار ده اول حاجة. وبعد كده هتفعل الخيار التاني ده. طبعا في الناس كتير ما بتحب يشتفع على الخيار ده علشان يعني ايه? هم بيقولوا احنا محتاجين الخيار الاولين الخيار التاني ده بتاع اه تأخير جواس كريبت عشان الموقع يحمل يعني بتصرع لك التحميل. فانا بفضل انا اه افعل الخير الاولاني. وفعل الخير ده. تمام? يبقى انا كده بال بالحركتين اللي انا عملتهم دول. اديت سرعة للمدونة بالنسبة الدرجتين او تلات درجات كمان زيادة في السرعة هنا. تمام? الناس بقى اه يعني اللي بتشكك تعاني اعمل فحص تاني الموقع بتاعنا كده. على عشان ما يقولش انت حاطت صورة وبتضحك علينا في السرعة. لا تم انت اخد رابط الموقع. خد رابط الموقع نفسه. انت عارف رابط موقع مدونة سبق للمعلوميات. وروح على مواقع الفحص. زي ما انت شايفه قدامك ها. ماشي. روح على المواقع الفحص وافحص الموقع بنفسك. ودور وشوف هل الموقع فعلا اه واخد السرعة اللي هو بيتكلم عليها في الفيديو ده ولا لا. عشان تتأكل بنفسك. تمام? مية في المية على الموبايل تلاتة تسعين اربعة وتسعين. اه بتزيده وتقلع على حسب السيرفر. فبالنسبة لك انت كسرعة لما توصل للسرعة دي مليون في المية انت تبقى ليك اولوية عند جوجل في الصفحة الاولى ومعنى ان انت تبقى موجود في الصفحة الاولى ورقم واحد او رقم اتنين او رقم تلاتة انه يجي لك زيارات ومعنى ان يجي لك زيارات يبقى عندك اربعة. هي دي الفكرة اللي احنا نتكلم فيها في موضوع اه تصدر نتائج البحث. كموقع وكمدونة لازم تراعي شروط السيو ومن اهم الشروط زي ما اتفقنا سرعة المدونة بتاعتك. لو سرعة المدونة بتاعتك محرك البحث والزائر نفسه شايفها كويسة. هتبص تلاقي عندك على طول بصفة مستمرة الزوار في الموقع عندك لان انت ظاهر في الصفحة الاولى. تمام? بالنسبة لنا زي ما انت شاف كده اهو. مية في المية. في وعندك هنا برضو مية في المية مفروض لكن انا اه في اجزاء خاصة بالصفحة اللي هي كلمة الصباح للمعلومات بيقول لي زودها. او خلي عنوان الموقع اطول شوية فانا مش محتاج ان انا اطول عنوان الموقع لان محتاجه كا اه يعني اه اشتغل عليه بالحجم او بالشكل ده مطلوبة بالنسبة لي يعني. والسيرفر مية في المية زي ما انت شاف كده ونعمل فحص تاني كده تمام? خمسة وتسعين هنا هو زي ما انت شايف. انا فحصت. فحصت الموقع قدامك كزا مرة. فحصت الموقع قدامك كزا مرة ووصلت الخمسة وتسعين في المية ومية في المية في الايه? في آآ في السرعة الخاصة بالمدونة. بعد ما فحصنا الموقع خلاص هنقفل الخانة دي مش عاوزينها. آآ زي ما انت شايف كده مية في المية في موظم الخانات. الخانة بتاعة اللينكات دي انا آآ دي خاصة بقلب وتكرارات جوه آآ الشير او كلام من ده يعني روابط الشير مكررة. انا مقدرش اعدل فيها وعاوزها محتاجها. ميش مؤسرة معي قوي? المؤسر معي اول لي هميني او الخانتين الاولين دول. والخانة الاخيرة اللي هي الباك لينك. دول اهم حاجة عندي في اتصاد ونتاج البحث. نقفل برضو السيوت. تعال بقى للموقع ده وهو موقع مهم جدا تابع جوجل. يعني موقع بيقول لك انت واصل لدرجة ايه من السيوت. برضو عشان الناس برضو ما تشككش هنعمل آآ بحس تاني. كل الموقع زي ما احنا شوفنا اللي احنا قفلناها احنا عملنا سيرش. وعملنا بحس تاني على عملنا تشك تاني يعني. عملنا تشك عشان الناس تشوف احنا الكلام اللي احنا بنشرحه. مش مجرد تصور لا ده حقيقة قدامك ومواقع وانت بنفسك. زي ما قلت لك خد الرابط بتاع الموقع عشان تتأكد من صحة كلام. تمام? زي ما ظهر لك كده اهو خلاص حمل جاب لك مية في المية آآ ثلاثة وتسعين واحدة وتسعين اربعة وتسعين. خلاص ده بيقول لك ان مواقعك ممتاز جدا لسه نقفل ده كمان. اختبار النتائج المنصقة بمفروض ان انت آآ من ضمن اهم العوامل اللي يظهر موقعك في محرك البحث بشكل جميل. وبشكل كويس ما فيش فيه اخطاء. النتائج المنصقة دي. انا عملت عنها حلقة قبل كده. في القناة. يعني الحلقة ممكن يكون القبل الاخيرة. آآ يعني هي من ضمن الحلقة تهي. اللي هي هل يتوافق موقعك مع النتائج المنصقة? الحلقة دي مهمة جدا برضو. وانا عملت اختباره ودلوقتي جاب لي ليس هناك اي مشاكل في تحميل الصفحة. وكمال بالنسبة لك انت الصفحة مؤهلة لنتائج المنصقة. يعني بتظهر بشكل كويس. وتبقى مقتطف مميز. في جوجل. تبقى مقتطف مميز في جوجل وما فيش عندك مشاكل في انها هتظهر في محرك البحث. نقفل كخانة دي كمان. آآ الموقع ده. الموقع ده لما بتخش فيه هو اسم الموقع هو. وبتعمل فحص بتاعتك بيزهرها لك بالشكل الجميل ده. لو زهرها لك هنا بشكل مختلف او بلغة مختلفة او باي حاجة تانية اعرف ان انت في اخطاء عندك في الموقع. لو ما زهرتش باللغة العربية زي ما زهرها كده. اعرف ان في عندك اخطاء في الموقع. وانا مش عاوز اقارن. مش عاوز اجيب مواقع مشهورة واجي اعمل هنا. ويزهر لي فيها الاخطاء دي. وعيب في الناس. انا مش عايب في حد. عمري ما هعيب في حد. حتى لو الحد ده وحش عمري ما هعيب فيه. في مواقع كبيرة جدا ما ينفعش ان انا اجيب وقول لك آآ الموقع ده وهص عامل ازاي. وانا موقع اعمل ازاي. احنا منتكلم على الصح. الصحة لو ظهر لك باللغة العربية كده بانت تمام سليم. لو الموقع ده هزهر لك بهنا بلغة مختلفة او شكل غريب في الميتاتاج. معنى كده ان جوجل نفسه شايف الميتاتاج بتاعتك دي غلط. شايفها بطريقة مش طح وعمرك ما تصدر ابدا. الموقع ده اللي بيزهر لك الميتاتاج بتاعتك آآ هسيبهم لكم برضو في الوصف عشان تستفادوا به. تمام? في موقع كمان اهو. الموقع ده برضو من ضمن المواقع اللي بيزهر لك آآ آآ انت بالنسبة لك في الميتاتاج برضو مزبوط ولا لأ? فانا هبدأ اعمل شيك تاني على الموقع بتاعي. واشوف هو برضو في الميتاتاج مزبوط ولا لأ? انتظر بس الموقع يحمل. تمام? وزي ما اتفقنا يا جماعة الحركة او السرعة المدونة. انا استفدت من المقالتين دور. استفدت من الفيديوهين دور. لو ما فهمتش من الفيديو الاولاني هفهم الفيديو التاني. تمام? وبرضو هنراجع الحلقة كلها بالتفصيل هنراجعها تاني. هنعمل بقى تشيك هنا كده. ونشوف الميتاتاج بتاعتنا مزبوطة ولا لأ. هو جاب لك وهو قال لك يعني هم مزبوط والميتاتاج ميتا مزبوط. تمام? وكل حاجة مزبوطة عندك ما عندكش مشاكل الا ان هو طالب ان انت تقلل شوية من الميتا واتقلل منها تقلل منها اه يعني تشيل منها اتنين او تلاتة او او اربعة على حسب ما هو بيفضل يعني. تمام? خلاص كده احنا اختبرنا موقعنا على كل المواقع. وعملنا الحتة بتاعت زبيد اللي هي في اللي مش عاوز يستخدم ما فيش مشكلة. لو انت مش عاوز تستخدمه خلاص. ما تستخدموش. عادي او بتاعتك مجانية او بدومين مجاني مش عاوز تستخدمه خلاص ما تستخدموش ما عندكش اي مشاكل. واقفل بقى كمان. بالنسبة لنا بس النقطة اللي عاوز ان نوه ليها في في الموضوع. انت لو عملت الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها كلها في سرعة المدونة. وجيت ما حطتش اي اعلان هنا. شوف انا حطت اعلانات اهي. شوف شكل الاعلان عامل ازاي? ده الاعلان التلقائي من غير اكواد. ماشي? حطت اعلان كمان هنا مسلا. مش شكل انت شايف قدامك ده. ده اعلان برضو اهو. من غير جافا سكريبت. لو ما حطتش في الصفحة الرئيسية. اي اعلان من غير جافا سكريبت الطريقة مش هتشتغل معك. ده تنويه للناس اللي بتسمع الفيديو لحد دلوقتي. الناس اللي مركزها الناس اللي استفادت والحمد لله من الفيديو ركز قوي. بعد ما عملنا خطوات كلها. لازم ان تجي في الصفحة الرئيسية تخش على التنسيق. وتضيف وحدة اعلانية. تجيب اي وحدة اعلانية عندك. وتحطها تاخد من هنا كده. والحد هنا فقط لا غير. وتاخدها النسخ. وتروح رايح على الموقع عندك حطتها في اي مكان. المكان اللي انت حبه. انا حطت مثلا واحدة تحت ايه? بالشكل اللي انت شايف بالشكل ده. لما نيجي احنا هنا نمسح الكوكيز. ونجرف كده المدونة بتاعتنا. تمام? نجرب مدونة بتاعتنا كده ونشوف احنا كزائر عادي احنا احنا زوار عاديين دلوقتي. او حتى نفتحها بمصفحة خافية. نبحث بالكلمة اللي احنا اتفقنا عليها كده ونشوف. بحثت بكلمة المعلوميات دخلت على الموقع اهو. فتح معها بالشكل ده كده بسرعة جدا يضبك حرك الماوس بس يعني تاكة صغيرة كده. مجرد ما حركته كده ونزلت لتحت الموقع حمل وكمان هتلاقي تحت كمان تجي تنزل بالراحة كده. هتلاقي الاعلانات كمان حملت معاك تحت. ادي اعلان اهو. تمام? ودي اعلان كمان في النصة اهو. اعلانين على الجنب. تمام? ودي كمان اعلان. واعلان في اخر الموقع خالص اللي هو اخر اعلان. يعني معنى كده يعني معنى كده ان انت اه استعدمت القلب بتاعك بكل اضافاته بكل اضافاته ويركز على الحتة دي استحادة تلاقي موقع ظهر لك كل الاضافات وظهر لك كمان اه كل البيانات الخاصة بيه ومتصدر ماشي وصرعته مية في المية. ليه? ان هو المعادلة دي صعبة جدا. استحالة تاخد كل الميزات. كل الميزات. وفي نفس الوقت سرعة عالية. لان بتستهلك اه من المتصفح ومن الموقع نفسه سرعة. نزلك خمس درجات عشر درجات في السرعة. فالجميل زي ما اتفقنا ان احنا الحمد لله بعد اه معادلة ما حلناها وظبطنا الدنيا دي زي ما شرحت لكم كده وصلنا للمية في المية من السرعة. وعلى الموبايل نادر او ما توصل خمسة وتسعين. تمام? تعال نقفل بقى ونراجع الحلقة بتاعتنا من اول تاني. من ناس اللي لسه معي لحد الوقت في الحلقة. اتمنى انتوا يكونوا ما مملتوش. يعني انا مش حابة تمله والله بس. انا حابب ان انا اديك المعلومة بكل تفاصيلها علشان تعملها صح. هنكرر بس الاجزاء اللي انت هتعملها لكي انت سرعة المدونة. خلاص مش مش طول عليك واكتر من كده. هروح داخل علا. تعديل هاجي تحت خالص. تمام? هاجي تحت خالص هحط الكودينة هم. واحد والتاني خخص بتأخير اعلانت جوجل. اول خطوة. بعد ما عملتوهم هطلع. خش على التنسيق. دي الناس اللي بس كويزة. خش على اعدات القالب وهضيف الاضافتين دول. وشغلهم واعمل حفظ. خطوة التالتة. هاجي على المظهر هنا وخش على التعديل واروح اجيب آآ كود الاعلانات التلقائية. هاجي هنا كده على حسن الموقع وخش على الحصول على الرمز. اخدها نسخ. وروح على الموقع بتاعي احطها تحت الهيدة على طول. وامسح منها السطر الخاص بال بالشكل ده وعمل حفظ. خلاص دي الخطوة التالتة. تعال بقى نخش على آآ الخطوة الرابعة. عملنا خلاص الاخوة الاولنية. وعملنا آآ وزبطنا كل حاجة. هتعال بقى نخش هنا نعمل وحدة اعلانية. هاجي هنا كده. وهضيف وحدة اعلانية. اي وحدة اعلانية. هاخد الوحدة الاعلانية كده. وروح للموقع بتاعي. واعمل في اي مكان اضافة. وروح حاطة الوحدة الانية من غير زي ما انتم شايفين من غير وعمل حفظ. وبكده يبقى انت بالنسبة لك الموقع خلاص وصلت المية في المية من السرعة. وكمان الناس اللي عندها زي ما اتفقنا الشرح اللي احنا شرحناه. بس انا يعني ما شرحتش ناس ما شرحتش بالكامل عشان كده الناس اللي حابة تستخدم الطريقة بتاعته وتستخدمها مش حابة تستخدمها ما تستخدمهاش. اللي انت بتفعل الخيار ده وبتفعل ده كمان. ده بيصرر معاك المدونة جدا برضو. وبيقلل من ومن آآ بطء يعني انها هتسبب بطء الموقع يعني. خلاص? طيب كده يبقى انت مبروك عليك. مبروك عليك سرعة المدونة بالشكل الجميل اللي احنا شفناه. اه 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 اتمنى يعني اتمنى من الناس. يعني مجرد اقل حاجة اقل حاجة تدعمني بها انك حتى تعمل لايك للفيديو ده. وتشيرها عشان ما يبقاش الاستفادة على قدك انت لوحدك. يعني من اخفى علما لجمها الله بالجم النار يوم القيامة. انت المفروض اه يعني العلم اللي عندك ما تخبوش. يعني معنى كده ان انت المعلومة دي تشيرها. الفيديو اللي انت سمعته ده واستفدت منه وطبقته عندك في المدونة وزبط معاك. ايه المانع ان انت تشير الفيديو دوت وغيرك استفيد. تمام? ولو انت جديد اول مرة تشوف الفيديو ده واول مرة تشوف اه قناة تصبغ للمعلوميات. انا انا ادعوك للشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لك ان شاء الله. وكل الناس المهتمة بمجال التدوين ان شاء الله في حلقات انا محضرها انها اقدمها لكم. تستفادوا بيها والناس كلها تستفاد باذن الله. واتمنى الخير والتوافق للجميع. وفي نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة